اشتراك مع مجمع الملكة الحسين للأعمال بايولاب نظم الحمل بتخفف الحمل مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة الأجواء صافية باردة يتخللها ظهور بعض السحب العالية والحرارة الصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية لكن الصغرى الملموسة هي درجة مئوية واحدة بسبب الرياح الشرقية النشطة والجافة هذه الرياح الشرقية النشطة تزيد من الإحساس والشعور بالبرودة الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة تزداد سرعة الرياح اعتبارا يوم الاثنين تدريجيا الرياح الشرقية الجافة وبتكون نشطة السرعة مع حبات قوية ذروة سرعة هذه الرياح ستكون يوم الثلاثة تزيد من الإحساس والشعور بالبرودة وأيضا تثير الغبار والأتربي في معظم مناطق المملكة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ودرجات الحرارة بتكون يوم الثلاثة الاثنين تقريبا أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين درجة إلى درجتين والعظمى المتوقع يوم الاثنين خمستاشر درجة مئوية لكن الاثنين ليلا الأجواء باردة رياح شرقية نشطة مع حبات قوية الصغرى المتوقعة خمس درجات يوم الثلاثة أهم ما يميز الأجواء يوم الثلاثة هي الرياح الشرقية النشطة والمصحوبة بهبات قوية أحيانا والمثيرة للغبار والأتربي في معظم المناطق وأيضا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير والحرارة العظمى المتوقع يوم الثلاثة 17 درجة درجات الحرارة ستكون يوم الثلاثة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين ثلاث إلى أربع درجات لكن زي ما حكينا نشاط الرياح الشرقية الجافة يزيد من الشعور والإحساس بالبرودة لكن يوم الثلاثة أيضا الأجواء بالليل باردة ورياح نشطة مع حبات قوية مثيرة للغبار والأتربي والصغرى المتوقعة سبع درجات يوم الأربعاء تغطي السماء كميات من السحب المتوسطة والعالية وبعد الظهر وفي المساء تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتدريجيا تتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر بعد ظهر يوم الأربعاء لكن تشتد الأمطار مساء يوم الأربعاء وليلة الأربعاء على الخميس بحيث تكون زخات رعدية وأيضا يوم الخميس ويطرق انخفاء اعتبارا بعد ظهر يوم الأربعاء يطرق انخفاء تدريجي على درجات الحرارة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأربعاء بحدود 17 درجة مئوية لكن هذا لا حد تقريبا ساعة ثنتين بعد الساعة ثنتين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي الحرارة الصغرى أو الأربعاء ليلا تكون الأجواء غائمة جزئيا تسقط زخات رعدية من المطر على فترات والصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية وزي ما حكينا أهم ما يميز الأجواء يومي الاثنين والثلاثة وحتى الأربعاء هي سرعة الرياح الشرقية الجافة والتي تكون نشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا وتزيد من الشعور والإحساس بالبرودة ملخص الأحوال الجوية المتوقعة رياح شرقية نشطة مع حبات قوية في معظم مناطق المملكة تزيد من الإحساس والشعور بالبرودة وأيضا تؤدي إلى مثيرة الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ولكن مساء يوم الأربعاء والخميس هناك زخات رعادية من المطر بإذن الله أعزائي المشاهدين من طقس العرب لكم تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر